اه النهاردة كان فينا نشاطات مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي منها استقباله لرئيس مجلس النواب المغربي وزيارة رئيس مجلس النواب المغربي لمصر زيارة مهمة جدا اولا نظرا لطبيعة العلاقات الخاصة التي تميز بها دولتي مصر والمغرب وثانيا رئيس المجلس هو ممثل للنواب ورئيس للنواب المغربة وبالتالي هو ممثل للشعب المغربي فعندما تلتقي القيادة المصرية ممثلة في رئيس عبدالفتاح السيسي مع ممثل الشعب المغربي ممثلا في رئيس مجلس النواب ده يصب في تعميق أواصر التعاون والمحبة والعلاقات الثنائية سواء السياسية او الاقتصادية او حتى الشعبية بين البلدين ورئيس مجلس النواب أثنى على الانتخابات المصرية التي حدثت الأسبوع الماضي وقال ان احنا بنقدر جدا خيارات الشعب المصري ونبارك للقيلة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي طيقة المصريين في فترة رئاسية ثانية كمان وده نقطة مهمة بس الحقيقة عشان الوقت النهاردة احنا طولنا شوية فمش هكلم فيها قوي بس هقول له حالكم العنوان النهاردة اللي عمله الرئيس عبدالفتاح السيسي بكرة في المقدمة ان شاء الله ربنا يحيينا هنتكلم عن الموضوع تفصيلا لانه في منتهى الأهمية النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس إدارة شركة فيزا العالمية شركة فيزا حضراتكم اللي هي بتاعة الكارت الاقتماني عارفنا فيزا ليه الفيزا كارت استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة وتحدثوا مع بعض في مجموعة من الأمور الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمصرفية ووعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل زيادة استثمارات الشركة الدولية الأجنبية العملاقة في مصر خدمة لمصلحة الطرفين مصر وشركة فيزا تمام؟ تمام وانا سعيد الحقيقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم معني بهذه اللقاءات يعني يمكن زمان رؤساء الجمهورات في مصر كان معظم معظم ان لم يكن كل لقاءاتهم سياسية بس بامتياز رئيس مصر بيقابل رئيس كذا رئيس مصر بيستقبل رئيس وزراء كذا رئيس مصر بيستقبل وزير كذا كلهم وزراء ورؤساء لهم علاقة بالجوانب الاقتصادية السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة فترة رئيسته الأولى واضح انه معني بهذه القصة كل شوية بنفتكر بيتقابل مع شركة سيمينز رئيس شركة سيمينز العملاقة بيتقابل مع شركة مش عارف ايه ميكروسوفتل مش عارف ايه مع شركة مش عارف إيه اليابانية مع شركة كذا والآن مع رئيس مجددار الشركة فيزا وده وعي الحقيقة من القيادة السياسية ومن الرئيس في أنه يجب أن يستثمر الزخم بتاع رئيس الجمهورية في جذب الاستثمار وفي تعميق تواجد هذه الشركات العملاقة في مصر لأن شركة كبيرة زي مايكروسوفت وشركة كبيرة زي سيمينز وشركة كبيرة زي فيزا لما تستثمر في مصر وتزود استثماراتها ده هيعود بالجانب الإيجابي جدا على الاقتصاد المصري فالرئيس بيدفع في هذا الاتجاه وده يعني حركة في منتهى الذكاء من رئيس الجمهورية وأتمنى أنه يستمر عليها إن شاء الله ده العنوان وخلاص هتوقف كلام عنه اللي هتكلم عنه مع حضراتكم بكرة هو موضوع الفيزا وموضوع الكاش موضوع الكيشة والفاش ايه؟ ايه كده يعني؟ عم يستفيش أنا نافش الفيزا والكاش لازم بكرة مش بقى شركة فيزا لازم كلنا نذهب إلى ثقافة الكروت الاقتمانية ونتخلى تماما عن ثقافة الكاش اللي هو توتو على كبوتو بقولي الكلام ده لينا المصريين نحن يجب أن نتخلى مش عشان شركة فيزا عشان مصلحتنا العالم كله دلوقتي بيروح للكروت الاقتمانية وبيسيب الكاش مش هخش في تفاصيل بقى بقى عن نتكلم عن الموضوع التفصيلا لأنه في منتهى الأهمية فاكرين حضراتكم الحملة اللي عملها البنك المركزي الدعائية الإعلانية في التلفزيونات اللي اسمها حملة الشمول المالي وفي ناس كتير ما فهمتش يعني إيه شمول مالي أهوة ده ابعد عن الـ VL كاش وروح ليه الكارت يطلع فيزا يطلع مستر كارت يطلع 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 زي ما يطلع المهم ورقك وفلوسك تبقى كارت مش تبقى سيولة وبكرة حنقول عيوب السيولة ومبيزات الكارت طيب